تضعفت فاتورة وردات المغرب من القمح في ظل ارتفاع اسعاره في السوق الدولية وتراجع حاد في المحصول المحلي خلال الموسم الاخير اظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف ضمن التقرير الشهري عن التعاملات التجارية للمملكة ارتفاع فاتورة وردات القمح لمليار وسبعمائة وعشرة ملايين دولار خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الجارية وفي مقابل وردات لم تتجاوز ثمان مائة واثنين وستين مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي يمثل زيادة بنحو تسعة وتسعين في المائة بالمقارنة بين الفترتين ومثلث مشتريات القمح من الخارج لغاية جوليا الماضي حوالي ثلاثون في المائة من فاتورة الغذاء المستورد منذ بداية العام الجارية